نظم نادي راشد للفروسية وسباق الخيل هذا اليوم السباق السادس والعشرين لهذا الموسم وقد قيم السباق على كؤوس الشركة العربية لبناء واصلح السفن الاسري وكأس شركة خدمات مطار البحرين باس وكأس استبل الروضة وذلك على مدمار سباق نادي راشد للفروسية وسباق الخيل بمنطقة الرفاب الاسخير تم تتويج الفائزين بكؤوس السباق حيث قام السيد أيمن المؤيد رئيس مجلس إدارة الشركة العربية لبناء واصلح السفن الاسري بتقديم كأس الشوط الثاني إلى المضمر الفائز علي مجيد فيما قدم الشيخ محمد بن راشد الخليفة نائب الرئيس التنفيذي بشركة اسري كأس الشوط الثالث إلى السيد عبدالله الشاعر وكأس الشوط السادس إلى سمو الشيخ نوح بن محمد بن سلمان الخليفة فيما قدم السيد نبيل خالد كانو رئيس مجلس إدارة شركة خدمات مطار البحرين كأس الشوط السابع إلى سمو الشيخ نوح بن محمد بن سلمان الخليفة فيما قدمت السيدة لويس وورتن وسؤولات الاستبلاط العربية كأس الروضة إلى المضمر الفائز يوسف طاهر ترجمة نانسي قنقر